اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المستمعين ومشاهدين مجهود كبير بيقوم به الهلال الأحمر طول الوقت يمكن المواطر مصري ما كانش بيشوفه إلا في أحداث بيمر بيها في الشارع ولكن مع فكرة فيروس كورونا وقابليها صراحة سيول هنتكلم عن كل التفاصيل دي ولكن اشتغلته في مواجهة فيروس كورونا إزاي؟ بصف أندم حضرتك احنا قبل ما موجد كورونا ما تيجي لمصر طبعا كان في مجموعة من الاستعدادات وهي استعدادات للمتطوعين تدريبهم على التوعية الصحية السليمة ارتداء الملابس الواقية وضع خطة للعمل في 27 محافظة قبل ظهور الأحداث بحيث يبقى فيه زي عملية استعداد بعد لما ابتدت بقى الموجة وبدأ يبقى فيه إعلان أن الفيروس موجود في مصر ابتدنا نتعامل من مجموعة من المحاور أول حاجة المحور هي رصد النقاط الساخنة اللي في الجمهورية اللي بدأ يتم تشاف فيها أحداث أو الأماكن اللي عليها ترددات عليها ومن هنا بدأنا نعمل بقى عمليات تعقيم وتطير موسعة للأماكن دي عشان نحاول نساعد على القضاء على الفيروس بالإضافة إلى التوعية الصحية السليمة التي بتشمل ارتداء الماسك واستخدام المياه والصابون بشكل كويس وتوزيع حزم النظافة الشخصية وبنعلم الناس تستخدمها الزل مش كل الناس بتعرف تستخدم الحزم الشخصية كويسة أو يعرف يروش الكحول حتى كويس منصات الإلكترونية اللي بيعمى بها الهلال الأحمر المصري مجموعات العمل في كل محافظة كل دوة تكاتفاً مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني برضو كمان ده المحور الثاني الخاص بالتوعية الصحية بالإضافة إلى عملات التعقيم والتطير طبعاً عمليات تنزيم صرف المعاشات وخلال مكاتب البريد لأن دي كان بيبقى عليها تردد عالي كان يهمنا أن نرسخ مبدأ سليمة في التباعد الاجتماعي وإزاي تلبس الماسك بطريقة سليمة وإزاي تلاعب بطريقة سليمة وإنوع الناس وإنوع الزعليم برضو ومستحضرات خاصة بالوقاية الشخصية دكتورة ما عايزة أعرف بس من حيك حاجة هقطعك وهالجلالة تنين دايماً بيدور في بالي سؤال هم بيعرفوا منين فرق الهيال الأحمر بتعرف منين حيك قلتلي مثلاً رحنا للأماكن اللي فيها بقر كتير من المرضى أو الأماكن اللي بتردد عليها مرضى كتير أنت قاعد البيانات دي بيجوها منين أو المعلومة بتجوها منين بصدر فانديم فيه تواصل مع الجهاز المحافظة في كل محافظة في الجمهورية خلاص إحنا عندنا فيه أماكن سابتة زي محطات القطر هيئة النقل العام الأوتوبيسات البنوك صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة كل دي أماكن عندنا إحنا رصدينها قبل كده بالتعاون طبعاً مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المحافظة بنقدر نحدد حتى مواعيد الصرف وبنقدر نتوجه إليها فده بالنسبة للتحديد بالإضافة لأن إحنا عندنا حملة اسمها حملة متطوع في كل شارع ودي نجحنا أن إحنا نجذب فيها أكتر من 3000 متطوع في كل شارع بقى وفي كل قرية وفي كل عمارة قدرنا أن إحنا من خلال الحملة دي أن إحنا نجيب متطوعين أكتر ننشر رسالة الصحية سليمة بتفيد المتطوع بتفيد عيلته بتفيد العمارة بتاعته بتفيد الشارع عن العادات السليمة التواجد بس مهم طبعاً ولكن الحماسة اللي أنا على المستوى الشخصي شفت الصراحة في أحد الحرائق كده في أيام العيد وأيام أجازة ولقيت فرق الهلال الأحمر موجودين في حماسة عند شاب وبيعمل بقلب وبيخدم بقلب مع أن الجهات الدولة موجودة سواء الإسعافة أو المطافية ولكن كان هو عايز يخدم يعني حسب حمية وحماسة عنده ده بتعملوها إزاي؟ أول حاجة المتطوع في الهلال الأحمر المصري هو جاي بقراته فدي نقطة كويسة أنه هو حب الهلال الأحمر قبل ما ييجي فلما بيجي متطوع وهو حابب أنه يشتغل عمل تطوع ده بيبقى من قلبه إحنا بقى بيبقى مهمتنا في الهلال الأحمر المصري أنه نحتضن المتطوع ده ونعمل على أنه هو يخش في المنظومة بطريقة كويسة وبنكافؤ برضو بطريقة كويسة المكافأة مش مكافأة مالية المكافأة مكافأة معنوية أنه هو يحس أنه يقدم عمل تطوعي خيري ويقدر يشوف النتائج بتاعت عمله حتى لما بيجي يخرج من منظومة الهلال بنعمله زي كده نظام إخراج هل بتدلوا شهادة خبرة هل بتدلوا حاجة يقدر يخش بقى سوء العمل بها بنقدر يا فندم نديله شهادات تطوع ده مهمة جدا بتساعده هو سواء هيكمل حتى في الجامعة أو هيكمل دراسات عليا ويقدر يشتغل أنه تطوع في الأحمر مصري بنضافة أنه برضو بنعمل زي السقل للمهارات عندهم بنعلمهم القيادة بنعلمهم بعض المهارات اللي ممكن يستخدموها زي الكمبيوتر بنعلمه بعض المهارات أو الحرف اليدوية لو يحتاج يتعلم فإحنا برضو بالإضافة للتطوع نحن بنعلمه حرفة ممكن يقدر يشتغل بها بعد كده إذا أنت بتطور من أداء العنصر البشري الموجود مع حضرتك وعارف كمان أن فكر دكتور رامي هو بيطور كمان في المنظومة كلها يعني أول حاجة ما دخلنا سليم على بعض قلت لي أنا عجبني أول فكرة الربوت وعايزة تواصل معي يعني أنت حاجة شغال على التطوير طول الوقت بوسي فندم الفكرة طبعا اللي حضرتك عرضتها واللي طبعا تفضل السيد المهندس عرضها في جامعة المنصورة محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن طبعا دي فكرة هيلة جدا لأنه طبعا كلما قللت الاحتكاك بمريض الكورونا أو بمصاب الكورونا طبعا كلما قللت الانتشار فكرة بسيطة وتكنولوجيا تكنولوجيا دلوقتي هي اللي بتحكم العالم العالم هيتغير فترة جاية هيتغير ولا اتغير لا هو اتغير وهيتغير اكتر استخدام التكنولوجيا لازم يبقى بقوة لازم حتى برضو براءة الاختراع لازم تبقى يعني لها تدول بشكل مختلف هل ممكن تستعين بالربوط ده مثلا في عملكم طبعا احنا عندنا في مبنى عزل كامل مجاهزين وفي محافظة الشرقية المبنى دوت بيخدم عدد مثلا ممكن من 80 الى 90 مصاب بكورونا بتعاون مع وزارة الصحة في الشرقية احنا بنقدم لهم مجموعة من المستهلكات والمستلزمات بالاضافة للمواد الغذائية طبعا هيفرق كل لما استخدمنا التكنولوجيا وقاللنا الاحتكاك يعني هكذا ممكن تتمنى براءة الاختراع دي وتستعين بها بالفعل في مناطق العزل عام احنا كهلال احمر مصري بنرحب بالمبادرة دي ممكن نعمل تعاون وده صراحة اللي قلتولي قبل الحلقة قلتلي انا نتواصل مع استاذ محمد عبر الرحمن بس احنا بقى احنا نطمعين فهنجيب لك استاذ محمد عبر الرحمن دلوقتي تواصل معايا اشان ايه منضيعها دلوقتي استاذ محمد اهلا وسهلا بيك يا فنس يعني وعدناك هنعمل مبادرة والتواصل مع وزارة الصحة ولكن دكتور رامي سبق ان الصراحة هو عايز التواصل معاك خار اهلا وسهلا ازايك دكتور رامي ازايك يا فنس ازاي حضرتك انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على سرعة الاستجابة التاريخية دي يا فنس انت طبعا مجهود جبار وباين يعني وفكرة كويسة وزاي ما قلت للأستاذ احمد ان التكنولوجيا هيكون لها دور كبير في محاربة وباء كورونا وده بيحبس حاليا من خلال حتى الاتصال التواصل حتى الواتساب لدور كبير في تخفيف العبء على مصابين كورونا تمام وان شاء الله نوفر حاجات تانية غير الروبوت كتير باسم الله رب العالم ان شاء الله ان شاء الله هيكون في تواصل لسي محمد بقى ان شاء الله بينك وبين دكتور رامي ان شاء الله بعد الحلقة واتمننا كده اول باول باذن الله في المحترم واشكرك عليها جدا 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 ننتواصل معاك شكرا يا فنس شكرا وشكرا لدكتور رامي جدا كل الشكر ليك واشكرك دكتور رامي صبعا على صرعة الاستجابة صراحة والاستعانة بتطور التكنولوجي اللي بيحصل ويمكن هروح بعيد شوية عن الهيل الأحمر ووضح ان احنا فعلا فيه تطور التكنولوجي بيحصل وتطور ماشي مع العالم كله يعني انا فعلا شفت الروبوت ده في الصين في التعامل مع مستشفات العزل اما لاقي مصر بالتعامل بالبلازمة اللي هي احدث وسائل الاعلاج اللي موجودة في العالم احنا مواقبين لتطورة دكتور رامي بتزبط يا فندم والحمد لله عندنا مجموعة من الاطباء في مختلف القطاعات بيتابعوا الابحاث اللي بتتعمل في العالم كلهم وليهم رأي وحتى انا بكلم مجموعة من الاطباء الاصدقاء بيقولوا لي لا احنا مش عجبنا الرأي ده واحنا جربنا مثلا الدواء ده وشفنا النتائج بتاعته لا الوضع في الكورونا اثبت فعلا ان مش شرط ان الدول المتقدمة هي اللي تقول رأيها لا اترابها احنا كمان متقدمين انا شايف يعني فيه زي ما حدرتك يعني الاستخدام الادوية تلاقي البروتوكول المصري مثلا مخالف لبروتوكولات كتير عالمية بس فيه رأي وفيه تجربة وفيه عينين خفت وفيه اسبقية في بعض الادوية كمان استخدمناها في بوروتوكولات العلاج واتبعتها دول اخرى كتير بشهادة الدول دي مش احمد خارج بيقول بشهادة دول دي ان فيه من بوروتوكولات العلاج اللي مصر بدأت العلاج بيها اشترعت على بقى الدول هرجع تاني الهلال الأحمر والمساعدات اللي بتقدمها طول الوقت المساعدات دي يا دكتور أكيد محتاجة شق مادي طول الوقت يعني عشان تقدر حاجة عندك أجهزة التعقيم وقدر عند حضاك يبقى عندك تعمل فيديوهات كتير مكلفة جدا متفرج عليها فيها قمة التوعية الصراح ده بيبقى إزاي بوسف فندم أنا هقول لحضرتك على مفاجأة إن أغلبية الفيديوهات اللي الهلال الأحمر المصري عملها هي من متطوعين الهلال الأحمر المصري هي وهل عندهم المهنية والحرفية في التقنية اللي بيستخدمها فيديوهات صراحة نحن بنطلب في حملات المتطوعين إن مثلا بنحتاج حد يكون شاطر في التصوير حد شاطر في الإخراج حد شاطر مش عارف إيه فبيدينا جزء من وقته ويساعدنا على عمل الفيديوهات دي بالإضافة لأن فيه كتير منهم برضو موظفين وبدأوا يتعلموا المهارات دي من خلال احتكاكهم بسوق العمل ومحتاجة الدورات اللي احنا دينها لهم داخليا كل دوة يعني يعني هو ده زي محرطي ذكرت مجهودات من متطوعين الهلال الأحمر المصري فعلا ده حقيقي طب الإمكانيات بقى نفسها يعني أنا فرق بقى بردو على أفراد وفرق الهلال الأحمر زي محترم قوي ونظيف قوي يعني متكلف هل فيه تبرع بيحصل الهلال الأحمر باستمرار أنا عايزة أشجع الناس إنها بتشوف الناس دي بتخدم قد إيه وبعد الناس دي بتخدم وهي عندها مهنية وعندها حرفية وعندها قلب وضمير إنها عايزة تخدم بالفعل فعلي تشوف مدى الكم اللي بيتبرع به المصريين في الهلال الأحمر بوسف أندم الهلال الأحمر بس مؤسسة مختلفة عن جميع المؤسسات الأهلية في مصر لأنها اسمها جمعية وطنية هي الوحيدة اللي ليها الإسم دوت وهي الوحيدة اللي ليها قرار من رئيس الوزراء ذاتنا في عام وبتخدم الدولة حتى مجلس الإدارة بتاعت تشكيل بتاعه في مجموعة من الوزراء طبعا عشان يقدروا يدعموا الجمعية الهلال الأحمر المصري ولها اتفقات دولية إحنا ملناش ميزانيات مقصصة من الدولة ولكن بنعمل من خلال زي ما حدرتك ذكرت التبرعات اللي بيساعدنا فيها المؤسسات الكبيرة في الدولة لينا رقم من خلال بنقدر نجني منه تبرعات وزي ما حدرتك ذكرت يعني لينا مجموعة من المبادرات برقم دقيق خط الساخن مثلا ممكن حد يتواصل عليه ويتبرع ولا بيبقى أيه عندنا خط الساخن أتوقع حيعلنه عنه بكرة ممكن بقى حد أبلغك به نكون موجود معنا إن شاء الله بكرة خط الساخن بالخاص بالأحمر المصري وفيه خط بقى طبعا أرضي لغرفة الأزمات والكوارث دي شغالة 24 سبعة بتستقبل جميع الاستغاثة من كل حد في مصر حتى اللاجئين والمهاجرين أو ضيوف مصر اللي موجودين في الوقت الحالي بنقدر نستقبل البلاغات وبنوفلهم الاحتياجات بتاعته مين اللي بيستقبل يعني حيك عرفني كده بالخريطة العمل بالنسبة لك أو الهيكل الوظيفي يعني مين بيستقبل مثلا الاستغاثة وين يوجهها للفريق اللي عنده المعنى بدأ بوستفى عندنا غرفة عمليات فيها مستقبلين بلاغ مستقبلين بلاغ دي مجموعة من المتطوعين بيتراوح عددهم في الشفت من 4 إلى 5 مثلا بيستقبل البلاغ بعد كده هو عنده آليات عمل البلاغ دوت هل هو بلاغ إغاثة مثلا هل هو بلاغ دعم نفسي هل هو بلاغ صحة هل حد بيستفسر عن حد مثلا يكون تاية مثلا أو حصل له حاجة لأنه ده برضو من ضمن المجالات اللي بيعمل فيها للأحمر المصري وبذات المختربين كبير بالضبط كبذات المختربين بعد كده بيوجه البلاغ على الإدارة المعنية ويشوف الاستجابة بتاعته بتتم ازاي في البلاغات الطريقة زي الحوادث زي ما ذكرت أو زي أحداث السيول أو زي الفيضانات اللي حصلت الفترة اللي فات دي بيبقى فيه فرق طوارئ فرق طوارئ دي بيبقى موجودة في المقارات الخاصة بالهلال أو بتبقى موجودة في الأماكن أو في البيوت مثلا احنا بنستدعيها بنعمل لها استدعاء سريع أو بنبدأ لنحركه إلى التوجه على طول من ضمن الاستغراضات هاي قلت له الدعم النفسي ايه الدعم النفسي انا مش فهم بصف أندم احنا من الدعم النفسي للأحمر المصري عنده مجموعة عمل للدعم النفسي في كل المحافظات ولكن في الفترة الأخيرة وحدنا الجهود وعملنا غرفة للدعم النفسي بتستقبل البلاغات من خلال برضو الخاص بالهلال الأحمر المصري وبيقدر يتعامل مع الحالات الحالات سواء كانت المصابة أو المخلطة أو حد بيسأل عن المرض الدعم النفسي ده بنسميه الدعم النفسي الأولي بنقدر نطمنه بنقدر نوصله رسالة سليمة بنقدر نقوله يعمل ايه عشان يقدر يخرج من الحالة النفسية السيئة اللي هو فيها بنقدر نوصله البيانات اللي هو محتاجها في الوقت ده مين اللي بيقوله يعني هل هو مؤهل أو مدرب أو دكتور مثلا نفسي هو اللي بيرد عليه قسم الصحة النفسية وقدرة الدعم النفسي دية مديرها هو طبيب نفسي خلاص تمام وتم تلقي تدريبات للطبيب دوت خارج مصر بالاتفاق طبعا مع أو بالتعاون مع الجمعيات الهلال والصليب الأحمر على مستوى العالم على مدار السنين وهو تم إعداد مجموعات عمل من المتطوعين قادرة على الاستجابة في أي وقت وفيه خط حتى واتساب أوتوماتيك بيقدر حد ترسل عليه الرقم يقدر يرد عليك ويقولك تعمل إيه لو احتاجت تدخل زي ما بنقول لفظي أو بتقدر تخش إلى التليفون ويقدر التليفون يكلمك بتستقبلوا عدد حالات قد إيه مثلا يوميا بذات في الخايفين من مرض كورونا وأعتقد أننا كلنا لو عرفنا الرقم ده هنسأل أن كل واحد بيظهر عنده أي عرض من الأعراض بيسمحها أكيد هيكلمكم عدد المكالمات أنا سأل قد إيه بيجي لنا تقريبا في الشفت الصفاحي في حدود من 100 إلى 120 مكالمة 120 مكالمة غير الواتساب غير الرسالة على الواتساب ده يوميا ده يوميا أحنا فيه غرفة برضو الدعم نفسي يشغالها طول الوقت عشان تقدر تلب الإحتياج هل يا دكتور رامي عندك من العدد الكافي من المتطوعين اللي بيقوم بكل الجهد؟ بص أفادم إحنا تقريبا عدد المتطوعين الأكتف إحنا عندنا عدد متطوعين كبيرا أنا أتكلم عن 27 محافظة أنا أتكلم عن 27 محافظة الأكتف اللي هما تدخلوا الفترة اللي فاتت دولة ما أقدر أقول لحضرتك كسرين الثمنتلاف في فرق بالمتطوع أكتف في فرق بالمتطوع عندنا بنحتاجه عند اللزوم أكتف ده يعني رديو بيشتغل وبينزل آه ده كسر الثمنتلاف تقريبا متطوع دراكم كبير جدا وعدد الساعات لو ضربت حضرتك الثمنتلاف متطوع في عدد أيام العمل المتطوعين دلوقتي يعني بييجوا تطوع ده بشغل 24 ساعة أتكلم آه كل يوم تقريبا كل يوم ساعة أيام آه وبالنسبة للغرف العمليات المتطوع بيجوا نبطشيات فيها طول الوقت إحنا خارجين من السيول دخلنا في الكورونا هل قدروا الثمنتلاف شغالين قدروا يخرجوا من كارسة لكارسة تانية فيها جهد كبير جدا جهد مادي ونفسي ومعنوي وكل حاجة قدروا يعملوا بصف أنم إحنا بنحاول نراعي طبعا عمليات تنظيم عمل المتطوعين على الأرض بحيث ما بنحاولش نجيدهم تقسمهم فرق وبنقسمهم فرق وبناخهم متطوعين جداد باللطفة لأن إحنا على طول بنسمع شكواهم لو حد عنده مشكلة ما لو حد عنده حاجة ما لو 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 كل ده موجود إحنا عايز أذكر حاجة أن يا أستاذ أحمد بصف إحنا ممكن يكون عندنا ناس عاملة كتيرة في المجالات كتيرة بس فكرة العمل التطوعي اللي كانت من مئة سنة وبعدين اختفت فترة صحيح وبعدين رجعت تاني لما تيجي تقول أن أنا في مؤسسة في مصر فيها متطوعين بيعملوا 24 سبعة يعني طول الوقت ومعاك وبينزل في كل حاجة وهو متطوع دي ما مش موجود طب التنصيق مع الجهات الأخرى بقى زي وزارة الصحة وزارة التضامن ده بيتم إزاي والله يا فندم بص احنا تنصيق طول الوقت مع جميع الجهات المعنية مش عايزة أخص جهة بنفسها طبعا احنا بنشغل تحت مظلة وزارة التضامن أنا أذكرت وزارتين دول أعطاك ندول معاك و14 ساعة يعني دول الوقت معاك أغلبية الوقت احنا بنعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي هاي الدكتورة معاي وزيرة التضامن نيفين القباج طبعا مدية ببناها حكمها نائب رئيس جمعية الهلال أحمر المصري مدية جهد كبير وبتدعم مؤسسة الهلال الأحمر المصري طول الوقت ده طبعا مساعدنا كتير ان احنا نعمل تواصلات مع جهات الدولة جميعها عشان نقدر نوصل رسالة الهلال أحمر المصري الجهات الحكومية اه جهات حكومية فيه من الاجتماعات اللي حص حاجة موجود فيها اللي مع باقي الجمعيات الأخرى تمام الموجودة بتوعودوا مع بعض اه بنوعود مع بعض كتير وتواصل على طول طول الوقت وبنكلم بعض بالتليفون وبنعمل اجتماعات من خلال الانلاين تكنيك عشان نقدر نوصل لو احتاجنا حاجة من بعض ساعات بنحتاج متطوعين من بعض أو نسأل انت عندك حد هنا طب ده تساعدني عشان نقدر نوصل الخدمة دلوقتي احنا ما نفكرش يعني مين بيعمل اي فسو ونفكر ان احنا نوصل الخدمة بشكل سليم عشان نوصل الخدمة انا ممكن ايا من الجامعيات الاخرى مش قادرة توصل ده ممكن تكلم حضرك وانت نتوصل ما عنداش من الامكانات المادية او البشرية او الوقت انها تعمل ده حاجة تكمل عملناها كتير عملتوها كتير اوه عملناها كتير واحنا برضو ساعات بنكلم ناس ونقول لهم احنا عايزين كذا عملناها كتير جدا اه في محافظات كتير استقبال بقى الناس لده ايه يعني انا صراحة كنت فرحان جدا محاكة حقيقة الموقف في حريقة وليتوا موجودين انا بقى كنت فرحان جدا بتشوف استقبال الناس لعمل التطوع ده ازاي والخدمات اللي بيقوموا به بسأحل حاجة في العمل التطوع انه هو من ناس صحيح خلي بالك يعني يعني لو مثلا ما تبقى في قرية او في محافظة او في مدينة او اي حاجة ويحصل حاجة بيطلع واحد من الناس نفسهم بيقول انا من الهلال الاحمر المصري وانا بسأحيكو بيدينا مصداقية طبعا لانه هو بيبقى من وسطهم هل حاجة بتشترط ده يعني مثلا اللي هيشتغل في فرق القاهرة يكون من سكان القاهرة اللي هيشتغل في فرق أسوان يكون من أسوان بتشترط ده او محافظة بنشترط انه هو اللي بيشتغل من هنا يبقى من هنا او ولازم من الناس وبندور كمان على القادة المجتمعيين ويحاول نضمهم معنا ام ام بنبحث عنهم او او انا عايز اتطوع يعني فيه حد بيتفرج علينا دماتي وتحمس جدا اللي عمل التطوع وشاف قد ينزل تبزل مجهود بجد وعمل نوع من انواع التكاتف والتراح ومصراحة ما بين اطياف المجتمع كلها يعمل ايه بص حدقتك بيخش على صفحة الشباب والتطوع اللي موجودة على الفيسبوك او بيخش على الويب سايت او بيقدم في التطوع الشباب والتطوع ده موجودة على ايه فيسبوك اه الفيسبوك على الشباب والتطوع في الليل الاحمر المصري تمام تمام يبدأ يشوف فيه لينك كده بيخش عليه بيبدأ يتحطله جدول للتدريبات خلاص لازم اول حاجة نعرفه يعني ايه الاحمر المصري نعرفه يعني ايه الحركة الدولية وقامت ليه ومبادئها واساساتها بعد كده نديله التدريبات السلامة والصحة البانية حاجة زيها كده ازاي تقي نفسك في الوقت الحال اللي انت موجود فيه طب بعد كده نديك دليل عمل بعد كده نعرفك على الادارات المختلفة ونشوف انت كمتطوع توجهتك او نفسك تشتغل في الان ادارة ادارة العزمات والكوارس ادارة الدعم النفسي عايز تشتغل في الشباب والتطوع عشان تجيب التوعية الصحية وبعد كده يبدأ يخش الادارة المعنية ويتمرن بعد كده يبقى جاهز انه يبقى متطوع في الرئيس الأحمر المصري الجرعات التدريبية تاخد وقت منه وقدي تقليل بص في الوقت الحال احنا حاولنا نضغط بسرعة جرعات التدريبية يعني في خلال اسبوعين ممكن يبقى جاهز اسبوعين بعد ما بيخلص بقى نبعت له حاجة زريفة كده جوابنا على البيت اه شكر وشهادة ونبعت له كما متين اللي بدأ انه بيها الحالة ده حايد طبعا انا بشكرك جدا وبسعيد ولا موجود معاك صراحة بحس ان مصر بخير هم يكون فيها ناس زي حضرتك بشكرك على تلقي طبعا المبادرة للربوت وتطور اللي بيحسر فيه الهيال الأحمر طول الوقت ودائما موجود معنا كده يا رب ان شاء الله ومتابعين اعمال ومجهودات حضرتكم وكل الفرق اللي شغالها مع الهيال الأحمر كل شكرا لك دكتور شكرا كل شكرا دكتور ربيل ناصر المدير التنفيذي الهيال الأحمر لسه عندنا فكراته الأخرى رفافكم بعد شكرا